بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع درس من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء وما زلنا مكملين مع الباب الاربعتاشر الباب الرابع عشر بريتش دينسا ما زلنا مع أولوية المرور في التقاطعات سينيالي دي بريتش دينسا أو أوردنا دي بريتش دينسا نيل انترسسيوني أولوية المرور في التقاطعات والنهاردة هناخد المجموعة الستة في التقاطعات معانا النهاردة المجموعة الستة في التقاطعات واللي بتضم زي ما احنا شايفين أربع تقاطعات مختلفة كل مجموعة بتحتوي على أربع تقاطعات مختلفة وكل مجموعة فيها فكرة مختلفة عن المجموعة الأخرى واحنا في المجموعة الستة لسا برضو مع تقاطع به أربع عربات يبقى احنا دلوقت اتحولنا من المجموعة الخمسة والمجموعة الستة بنتكلم على تقاطع بيشمل أربع عربات ندخل بقى مع بعض جدا على طول على أول تقاطع معانا مجموعة الستة تقاطع رقم واحد زي ما احنا شايفين فيه عندي أربع مركبات من ضمنهم الموترينو أو الموتو فيه عندي العربية الصفرة الأ فيه عندي الترامب لغدر التي وفيه عندي الموتو اللي هو الام وفيه عندي العربية الصفرة اللي هي الأول تمام كده طبعا واحد هيقول لي على طول مين أول عربة هتمر في التقاطع على طول زي ما انت عرفت وعرفنا كلنا ان الترام مش هيستنى حد أول عربة هتمر في التقاطع مباشرة الترام تمام مش هنحسب بقى مين يمين وفاضي ولا مين يمين ومشغول لا احنا على طول عندنا ترام الترام بيحل لي المشكلة وبيعدي الترام تمام كده أوش يبقى الترام رقم واحد هيعدي نشوف بعد كده العربية الصفرة والموتو والعربية الصمرة طبعا الموتور الموتو تشيكل هوت واقف هوت يمين ومشغول بالعربية ايه الصمرة يبقى الموتسيكل او الموتو تشيكل او الموتو واقف هوت مش هيتحرك ليه لان اليمين بتاعه مجغول بيء العربية الصمرة تمام كده العربية الصمرة دهيت يا جماعة مجغولة بايه بيء العربية الصفرة اللي هي دهيه الـ A حلوه اوش يبقى اذا لازم عربية تتحرك من الثلاثة سواء كانت صفرة ولا صمرة ولا الموتو اللي هو الـ M اي واحدة منهم تتحرك علشان تفك التقاطع ده هنا لو انت ملاحظ وقلت انك قبل كده ان طالما في عربية عملت معه التقاطع الزاوية القايمة اهيه الزاوية قايمة اهيه شايفينها يا رجالة الزاوية القايمة دهيه يبقى على طول طالما شفت الزاوية القايمة دهيه معناتها ان العربية دهيه اللي صنعت الزاوية القايمة دهيه او F لتها دهيه هي اللي هتمر بس مش هتعدي في التقاطع هتقف في منتصف التقاطع شين تدري انكولوتشو يبقى الصفرة هنا هتتفضل تعدي وتقف هنا الصفرة هتعدي وتقف في نصف التقاطع مش هتكمل مرور ليه هتعدي في نصف التقاطع علشان تدري البرتشدينشا او تسمح بتحرك العربية الصمرة اللي هي الاو يبقى الصمرة او هتتحرك رقم اثنين بعد الترامب والصمرة هتستنى مش هتعدي لما الصفرة الاول تقف في نصف وبعد كده تتحرك الصمرة يبقى اكترام رقم واحد العربية الصمرة الاو رقم اثنين هتتحرك بمجرد لما الصفرة هتخش في نصف التقاطع بعد كده عندي رقم تلاتة الموتو يمينه فضاء قوة لما الصمرة مشت اصبح يمينه فاضي هيعدي الموتو الام واخر عربة هتمر في التقاطع هي ان عربة ا الصفرة يبقى دايما العربية اللي هي بتقف في نصف التقاطع هي اخر من بيمر في التقاطع بتحرك الاول ولكن هي اخر واحد بيعدي في التقاطع تمام كده؟ يبقى ترتيب العربات حسب اولوية المرور في التقاطع هي كالتالي التي ترام الاو الصمرة الام الموتو الا العربية الصفرة نشوف بعض نمازج من الاسئلة اللي ممكن تجيلي على هذا النوع من التقاطع نيليستسيوني ريبيزنتاتا انفيجورا اللي الترام اللي هو الاخضر له الترام انو لابريتشدينسا ريسبتو الاتروفيكولي الترام حسب اولوية المرور في التقاطع يتوفر الترام او يتملك او له حق اصبقية المرور بالمكرنة بالعربات الاخرى الترام له الاولوية المطلقة في التقاطعات عن اي عربية اخرى يبقى نقول له فيرو نيليستسيوني ريبيزنتاتا انفيجورا توتل فيكولي توتل فيكولي ديفانو وزاري برودينسا نيليستسيوني الاتفيرساري كل العربيات اللي في التقاطع ده هيت لابد ان هي تتوخى الحذر عند عبور التقاطع طبعا في كل التقاطعات لابد عند الانكروتشو فيتشينو الانكروتشو لابد ان كل العربيات توتل فيكولي ديفيامو وزاري الماسمو دي برودينسا توخي اقصى درجات الحذر عند التقاطعات يجب علينا توخي اقصى درجات الحذر وديت مع كل التقاطعات مش مع التقاطع ده بس نشوف سيغة اخرى نيل ستسيوني ريبيزينتاتا انفجورا الفيكولي او الفيكولي او اللي هي العربية نهي السامرة داي الفيكولي او ديفي يعني ال او هتستنظر مرور الترام مش بس كده وبعد كده تفضل مستنية لما الصفرة تتحرك وتقف في نص التقاطع وبعد كده السامرة تعدي وتمشي يبقى فيرو ال او استنى الترام وتستنى ايضا الصفرة لما تخش في مركز التقاطع اقوله فيرو نيلستسيوني ريبيزينتاتا انفجورا الترام ترانزيتو بير بريمو اول من يعبر التقاطع في هذا الشكل هو الترام يبقى فيرو الترام اول واحد يعدى رجالة يبقى نقوله فيرو تمام كده نيلستسيوني ريبيزينتاتا انفجورا الفيكولي ام الفيكولي ام اللي هو الموتو الفيكولي ام هو الموتو ماله الفيكولي ام دي البرشدينسا العربية او ال ا هتدي البرشدينسا للعربية او تمام كده وكله هتدي البرشدينسا للترام الت تمام كده ندخل على الشكل التاني في المجموعة السادة اللي معنا النموذج التاني في التقاطع برضو نفس الحكاية عندي كاراتجاتا هيك فيها اربع عربات ازا ما احنا شايفين العربية البيضة الاككا والعربية الزرق الدي والحمر التي والصفرة الام نشوف مع بعض ازاي نقدر نعدي الاربع مركبات دولت حسب اولوية المرور في التقاطع لو جانا نشوف مع بعض كده ونعمل اختبار لهم ونشوف الاككا العربية البيضة مش هتنفع تعدي لان يمنها مجهول بالصفرة تمام يبقى كده الاككا وقفت اللي هي البيضة نيجي نشوف الصفرة الصفرة طلع هنا جماعة هي تمشي دور طوالي ولكن يمنها مشغول بالصي اللي هي الحمرة يبقى الاككا وقفة مش هتحرك انكل هي الصفرة هي الاخرة مش هتتحرك طيب الحمرة نشوف الحمرة يمنها مشغول بمين بالزرق الدي مش هتعرف تعدي الحمرة الا بعد ما تعدي الخضرة الدي يبقى هنا الدي يمنها فاضي اهو الدي يمنها فاضي اهو داخل فيه مكان هوت ما فيش حد داخل فيه غير العربية الحمرة تشي ولكن العربية الحمرة لو احنا برضو تعلمنا قبل كده ومدينا السهم ده هو مش هنا بيه للاخر كده هو في حزا السهم الاخر نلتقى ان السهم الاخضر على يمين والسهم بتاع العربية الحمرة على الشمال يبقى يمين له الاولوية عن اللي جاية من الشمال في التقاطع بعد كده يليها العربية الحمرة رقم اتنين هنعديها اهي ده يمين وده الشمال اليمين الاول اللي هي الزر بعد كده تعدي الحمرة الشي وبعد كده نعدي العربية الصفرة لان الحمرة تحركت يبقى صفرة يمين وفيضة هنعدي الصفرة رقم ثلاثة واخر عربية هتمر في التقاطع العربية البيضة العربات نيلين كروتشو ربيزنتاتا انفجورا الفيكلوبوسيامو الفيكلوبوسيامو نيل سيجوين أوردنا هيعدهم حسب الترتيب التالي D الزرقة G الحامرة A الصفرة القا البيضة دول ترتيب العربيات حسب أولوية المرور في التقاطعات نيلين كروتشو ربيزنتاتا انفجورا الفيكلو A اللي هي العربية الصفرة الفيكلو A العربية الصفرة يمينها يا جماعة ايه فاضي ولا مشغول يمينها مشغول مش فاضي وكوباتو يعني مشغول مشغول بايه مشغول بالعربية الحامرة السي واقع حد يقول لي ان يمينها فاضي مفيش حد هنا المنطقة دي كلها بنعتبرها يمين السيارة اهي يعني لو دي يتعدت كده يا جماعة مشت ودي يتعدت مشت هيت اللي اتنين هيتقطعوا مع بعضه هيصطدموا مع بعضهم في النقطة دي فما ينفعش تبقى العربية الصفرة يمينها فارغة يمينها مشغول وكوباتو بايه بالعربية الحامرة اللي هي اتشي يبقى نيل انكروتشو ريبيزنتاتا انفجورة الفيكلو دي كلو دي كلو دي كلو دي كلو دي اللي هي العربية الزرقه ده هي فإن المины، الفيكلو دي في الحمindre دي كلو من اللي هيكريت المنطقة يعني الثاني الزرقة لأولوية المرور عن الحمراء يبقى D عنه لبريجيدينسا سوق من ذلك له الأولوية عن الحمراء أقولله مرور وأول عربية أعد في التقاطع حسب أولوية المرور هي الزرقة الزرقة يبقى مرور نيل انكروتشو الربزينتاتا انفجورا الفيكولو اكا الفيكولو اكا العربية اللي هي البيضة دائية الوتومو ادفرساري للانكروتشو اخر عربية هتعدي فيه التقاطع حسب اولوية المرور هي العربية البيضة الاكا تمام كده ندخل على التقاطع الثالث معانا في المجموعة الستة التقاطع الثالث برضو عندي اربع عربات موجودين البي الخضرة الال الصفرة الاكا الحمرة الدي الزرق نشوف اولوية المرور في التقاطع بهذا الشكل زي ما احنا تعودنا برضو نشوف عربية عربية اخبارها ايه عندي هنا البي مشغولة بي الدي يبقى البي وقفة بحكم تواجد الدي تمام كده اول عندي بعد كده العربية الدي ايضا مشغولة بحكم تواجد العربية اقا الاتش حلو اوش بعد كده عندي العربية الحمرة اتش العربية الحمرة اتش ماشي الاتجاه اللي هي داخلة فيه فاضي او داخلة يمينة هو طريق بتاعها فاضي محدش داخل معا في نفس الاتجاه غير العربية الدي هيت والعربية البي يعني في عندي تلات مركبات داخلين في نفس الاتجاه تلات مركبات من طرق مختلفة ولكن في نفس الاتجاه ودي زي ما انا قلت قبل كده قعدة عامة من احفاظها لو في عربيتين تلات عربيات جيين من تلات طرق مختلفة او من طرقين مختلفين وداخلين في اتجاه واحد الاولوية دايما بتكون اليمين اليمين الاول يمين فاليمين فاليمين كل عربية تدي الاولوية لليمين بتاعها لو جينا نبص للعربية الا صفرة يمينها ايضا مشغول بالخضرة يبقى ما فيش غير العربية الحمرة اللي هتعدل اول ليه العربية الحمرة هي داخلة يمينها فاضي اول عرب لو احنا نبص لاتجاه الاسهم زي ما قلت هنمشي التلات اسهم مع بعض اهو شفت كده السهم الاولان يوم واحد هنمشيه اهو التانية هوت الزرقه هنمشيه اهو وبعد كده الخضرة ده هي هنمشيها السهم التلات يبقى التلات اسهم ماشيين بالتوازي السهم اللي احمر اهو جنب منه السهم اللزرق وبعد كده السهم اللاخضر حاول تطول الاسهم ده هي شوية وتدلهم امتلادهم مع بعضهم وانت تلتقى ان الاكا اول واحدة يليها الزرقه رقم اثنين يليها الخضرة رقم تلاتة حسب ترتيب الاسهم يمين 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 يبقى هنا اول عربية هتعد في التقاطع العربية الحمراء الاكا يليها العربية الزرقه الدي يليها العربية الخضرة البي واخر من يمر في التقاطع هي العربية الصفرة ال ال تمام كده منها هيعد الاول وليها هيعد الاول اهو اتش فاضية حمرة سهم التاني اللي على اليمين الدي اهوة لو قلت تطول الاسهم عشان تقدر تتحكم بالزبط خد بالك من اتجاه رأس السهم شوف رأس السهم ماشي فين ومن الرأس السهم اللي دخلة جنبها وكذا عشان تعرف من يمين ومن شمال نشوف بعد نمازج من الاسئلة اللي بتيجي على هذا الجزء من التقاطع جونجون دول انكروتش الريبيزنتاتا انفجورا الفيكولي بوسيامو نيل سيجو انقوردنا اككا الاخكا الحمرة الدي الزرق البي الخضرة ال الصفرة اكا دي بي ال هيعدهم بهذا الترتيب حسب اولوية المرور في التقاطعات تمر العربات بالترتيب التالي اكا دي بي ال شوف سؤال اخر جونجون دول انكروتش الريبيزنتاتا انفجورا الفيكولي اكا الفيكولي اكا اللي هو العربية الحمرة بص بير بريمو اول من يعبر التقاطع هي العربية الحمرة الاق ال H اول من تعبر هذا التقاطع فيرو الريبيزنتاتا انفجورا الفيكولي بي الفيكولي اللي هو الفيكولي العربية الخضرة ده الفيكولي بي بص بريمو الفيكولي L ال B هتعدي قبل ال L فيرو لان ال B اخر عربة هتمر في التقاطع وهي هتعدي بعد ال B هتعدي قبل مرور قبل العربية L ال B هتعدي قبل مرور العربة L يبقى نقول له فيرو الفيكولي بي بص بريمو دي الفيكولي L تمام صيغة اخرى جونجون دول انقرش ربيزنت انفجور الفيكولي D الفيكولي D العربية الزرق D دار لبريتش دينس لل فيكولي اق D تد البريتش دينس تد أولوية المرور للعربية الحمرة فيرو العربية الخضرة ال B تد البريتش دينس للعربية الزرق D اقول له فيرو العربية الصفرة ال L تد البريتش دينس للعربية الخضرة ال B اقول له فيرو تمام كده انا عرف تترتبهم اعرف بالضبط مين يد الاولوية لمين نشوف صيغة اخرى من السؤال جونجون دول انقرش ربيزنت انفجور الفيكولي L الفيكولي L اللي هي العربية الصفرة الفيكولي L دي دار لبريتش لبريتش دينس للعربية ال B جونجون دول انقرش ربيزنت الفيكولي L اللي هي برضو الصفرة دي بصاري بيرلوتو مؤاخر عربية تمر في التقاطع العربية الصفرة ال L اقول له فيرو تمام كده جونجون دول انقرش ربيزنت انفجور الفيكولي D اللي هي نهي العربية الزرق الفيكولي العربية الزرق شباب بص بريم دل فيكولي اقع العربية الزرق هتعدي العربية الزرق بص هتعدي بعد ال D وال B هتعدي قبل ال L وال L هيعدي اخر واحد. فيش اي مشكلة زي ما اقولت لها. اهم حاجة بتعرف الترتيب وبعد كده بقى ايه? شكلهم زي ما انت عايز اه جيب دي الاول دي جيب بالاخر. الاول عربية بتعدي هي بتدي البرشدينسا للكول. وتانى عربية بتعدي بتدي البرشدينسا الاولى. واكذا. فاحنا ما يهمناشي اللعبة بها الاسئلة. نشوف المجموعة اللي بعد كده في التقاطعات. المجموعة الاخيرة في ال جروب رقم ستة. عندي هيت برضو نفس الحكاية. في عندي اربع عربات. العربية ال B خفيفة الحمرة. ال D الصفرة. ال B التقيلة الخضرة. ال L الزرق. نشوف ترتيب العربات. حسب اولوية المرور في التقاطعات. هنلاحظ برضو هنا نفس العملية بالضبط. في عندي هنا 3 عربية من 3 طرق مختلفة دخلين في اتجاه واحد. واحنا خلاص حفظناهم يا شباب. العربية الحمرة ال B خفيفة. هي السهم الاولاني. بعد كده السهم الثاني اللي هو اديه الصفرة. اهيه السهم الاصفر ده هو قبل السهم اللي اخضر. لو انت طولتهم على مدية السهم على استقامته هتلتقى ان 3 اسهم ماشيين بالاتجاه ده. الاحمر الاولاني الاصفر التاني الاخضر التالت. تمام كده? يبقى هنا ترتيب العربات في التقاطع بالشكل ده. ال B الحمرة رقم واحد. ادي الصفرة رقم اثنين. ال B الخضرة رقم ثلاثة. واخر من يمر في التقاطع العربية الزرقى. رقم العربية الزرقى ال L. العربية الزرقى ال L. خلاص العملية بقت سهلة بالنسبة انه. وما عادش بتمثل اي مشكلة في من يمر الاول. جونجون دول انكروتشو ريبزنتاتا انفيجورا. الفيكولو بي. الفيكولو بين هو في اتنين بي. ال B الخضرة وفي ال B الحمرة. انا بصار بير بريمو. اول من يمر في التقاطع هي العربة الحمرة ال B الخفيف. اهي. بيرو. سا من ناحية اليمين اهوت. يمين نفاضي اهوت. وهي ايضا داخل قبل دولت على اليمين. داخل قبل الصفرة والخضرة العربية الحمرة يبقى ال B اول من يعبر التقاطع حسب اولوية المرور في التقاطعات. جونجون دول انكروتشو ريبزنتاتا الفيكلو دي العربية الصفرة الفيكلو دي دي فيدار البرشدينسا الفيكلو بي الحامرة الدي الصفرة هتدي البرشدينسا لمين؟ هتدي البرشدينسا البي الحامرة لأن البي الحامرة هتعد قبله طالما البي الحامرة أول واحدة هتعدي يبقى تاني واحدة في التقاطع اللي هتعدي لازم تديه لأولى البرشدينسا يبقى الصفرة تدي للبرشدينسا للحامرة البي وهكذا وبعد كده الخضرة البي تدي البرتشدينسا للصفرة الدي جونجون دول انكروتشو ريبزنتاتا ان فيجورا الويكلو بي او الويكلو بي اللي هي الخضرة الويكلو بي الخضرة دي في اتندري كيسونو ترانزيتو الويكلو البي و الويكلو تي البي الخضرة ان هي هتنتظر مرور كل من العربات البي الحمرة و الدي الصفرة الخضرة هتستنى نحايد لما تعد البي الحمرة و الدي الصفرة فيرو لان الخضرة هتدد البرتشدينسا للاثنين مع بعضهم جونجون دول انكروتشو ريبزنتاتا الفيجورا الويكلو ال الفيكلو ال اللي هي العربية الزرقة مالها العربية الزرقة ال دي فيطار البرتشدينسا الويكلو بي من اللي هدد البرتشدينسا للعربية الخضرة البي لأن اللي هيدي البرشدينسة العربية الخضرة B اللي هي العربية L آخر عربية هتمره والتقاطع يعني ال-B بتعدي قبل ال-L يبقى ال-L تدي البرشدينسة لل-B وهكذا يبقى جنجون دون نيكوروتش ريبزينتاتا انفجورا الفيكلو L اللي هي العربية الزرقة يجب عليها أن هي ديفي الدار لبريشدينسة للفيكلو B أقوله فيرو سيواء الآخر جنجون دون نيكوروتش ريبزينتاتا انفجورا ديفيا مبصار إن السيجويند أوردن عم عد في الترتيب دهوت في التقاطع دهوت حسب الترتيب التالي حسب أولوية المرور بي حمرة بي خفيفة حمرة رقم واحد الدي الصفرة رقم اثنين البي التقيلة الخضرة رقم تلاتة الزرق آخر من يعبر التقاطع كده بيكون إحنا وصلنا لنهاية درسنا خلصنا كده المجموعة الستة في التقاطعات إن شاء الله لسه معنا حوالي أربع خمس مجموعة بقيين ناخد المجموعة السبعة في إنكروتشو منستريال لرقم سبعة إن شاء الله ونشوف إيه الجديد في هذا التقاطع إحنا بنشكر حضراتكم على حسن الاستماع وحتى ألقاكم في درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء لكم مني خالص المونى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته